أهلا أعزائي المشاهدين برحب فيكم مرة أخرى وبصال أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتكم مصرور جدا يكون معي أخ وصديق عزيز دكتور بولوس موسى رح نستمر بالحديث عن الحرب الروحية وطبعا هذا هو الموضوع موضوعك دكتور أنت حاصل على طبعا شهادة الدكتوراه في اللهود فأنا عاوز في البداية قبل ما نواصل أنا عاوز أتكلم عن صفات عمل إبليس لكن إذا ممكن تعطينا هيك ولو بشكل مختصر عن اللي حكينا في الحلقة اللي مضت أكيد في الحلقة الماضية احنا تكلمنا وقلنا أن الحرب الروحية هي حقيقة موجودة وأنه لا يمكن إنكرها وفي نفس الوقت لا يمكن تهولها واعتبار أن هي تشمل كل شيء وأنه إبليس هو السبب في كل حاجة بتحدث وتكلمنا عن أطراف الحرب الروحية وقلنا أنه إحنا ما عندناش حرب مع بشر لكن هي حرب بين الله وإبليس على الإنسان كل منهم يريد أن يمتلك الإنسان الله يريد أن يمتلك الإنسان ليعطيه حياة أبدية إبليس يريد أن يمتلك الإنسان ليأخذه معه إلى الجحيم فالإنسان يعتبر كأنه أرض المعركة بعد كده تكلمنا عن أنه أسماء إبليس وإبليس بيعمل إيه ومن ضمن الأمور المهمة التي تكلمنا عنها أن إبليس هو رئيس هذا العالم رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية وتكلمنا عن أنه فيه أعداء إبليس بيحركهم ضد الناس والأعداء تكلمنا عن أربع أعداء أول عداء الذي هو إبليس شخصيا وتكلمنا عن أسماءه أنه هو أحد أسماءه الذي هو الشيطان والشرير هو إبليس وتكلمنا عن الأعداء الآخرين الذي هو الجسد والجسد الذي هو الطبيعة الخاطئة الساكنة في كل إنسان لأنه نهاية نظف بالإثم السورة وبالخطية حبلت بأمي هذه خطيئة ساكنة جوايا هي اللي بتحرك الأفعال الخاطئة اللي بتخرج مني والعدو التاني اللي هو العالم العالم نظام العالم وأفكار العالم قيم العالم ومبادئ العالم التي لا تتفق مع روح المسيح أو تعليم الكتاب المخدس والعدو التالي اللي هو الموت وتكلمني على أنه أنا لي غلبة حقيقية في المسيح على كل هؤلاء الأعداء وإبليس بيحرك الجسد والعالم وهو اللي بيحرك أيضا الموت لكن المسيح غلب الكل ويستطيع أن يعطي غلبة لكل إنسان يأتي ليحتمي به ويبدأ علاقة حقيقية مع الله من خلال المسيح الذي تجسد ودفع تمن الخطيئة على الصليل ترجمة نانسي قنقر